لو أنا كان لديه نصيب وهقف على جبل عرفان نعم وأدعي ربنا بس في نفس اليوم ده حد ظلمني حد جاء علي فده اليوم اللي المفترض يبقى فيه صفاء القلوب صحيح وصفاء النواية بس عندي غصة من حد أعمل إيه تمام أنت مخير بين خيارين إما كما يقولون تمارس حقك أو أن ترتقي في ممارسة حقك لتنال القرب من الحق سبحانه وتعالى تمارس حقك يجوز أنك تدعو عليه شريطة ألا تتعدى بالدعاء يعني إيش لا تتعدى بالدعاء يعني لا تدعو بأكثر من مظلمتك مش يا ربي أقصف عمره وهلكه وكما كان للأسف كان البعض يعلمون الناس هذا الكلام في المساجد جمد الدماء في عروقهم ما شرحة هذه لا قال يجوز للمظلوم أن يدعو بأن يرد الله مظلمته من الظالم اللهم رد مظلمتي منه أما الإسراف قد يأتي بعدين وقد انتهت الحقوق التي له أصبح للظالم عليها حق إذا تعدى لكن إذا أراد الأرقاء لا اللهم هدهي وأصلحه اللهم رده إلى الحق يرد جميل لأنه لو هداه الله ورده إلى الحق ما رد جميلا حقك بيرجع لك وأيضا ما بيظلم الآخرين وبيكون شيء راقي ولك الأجر أنك تسببت في ذلك عند الله أنا أعرف أن الكلام اللي يقوله ثقيل وصعب شوية مش شوية أحيانا كثير على النفوس وصوصا له مرارة الشعور بالظلم كبيرة لكن حتى لو قلتها زي ما يتقال في مصر من وراء قلبك يعني قولها حتى لو أنت مش راضي تبدأ أنا كذا أنافق لا أنت مش منافق أنت تقول لربك بالطريقة هذه أن يا رب أنا أملك لساني فقلت ما يرضيك قلبي استعصى علي أعني على قلبي فسيعينك سبحانه وتعالى على قلبك الله